موسيقى مساء الخير وأهلا بكم إلى حوار الساعة نخرج في هذه الحلقة عن مواضيعنا المعهودة ونترك ملفات السياسة والاقتصاد وكل التوترات التي لا تنتهي في علامنا العربي لنقف ونفكر بقلبنا انطلاقا من حدث يبعث فينا الأمل والفخر في آن معا الاسم هو جابريال غريب وهو جراح قلب فرنسي من أصل لبناني استطاع أن يحتل المرتبة الأولى بين أطباء القلب في فرنسا بحسب استفتاء أجرته مجلة كابيتال أهمية هذا الطبيب التي على أساسها نال هذا التكريم وهذه المرتبة المتقدمة تتلخص في قدرته على إجراء عملية زرع شرعين القلب من دون الحاجة إلى توقيف دقات القلب عن قصة النجاح هذه سنتحدث الليلة في حوار الساعة وعن الاهتمام بصحة القلب نخصص جزءا أيضا من حلقتنا لأمراض القلب والتقنيات الجديدة في هذا المجال وتطور الطب في عالمنا العربي أهلا بك دكتور جابريال غريب في حوار الساعة وفي الميادين أهلا بكم وميرسي على الانفتاسيون وأنا فخر لأي أن يكون في لبنان وبوجيك وبوجي لها جميع المشاهدين والمستمعين طبع هناك مشاهدين من لبنان وأيضا العالم العربي كله يشاهد الآن أكيد أهلا بهم دكتور غريب ويريدون أن يعرفوا ما أهمية أن يحصل طبيب عربي على هذه المرتبة المتقدمة يكون في المركز الأول من بين 200 ألف طبيب في بلد كفرنسا بلد متطور جدا طبيا وبلد أوروبي لماذا تم اختيار جابريال غريب تحديدا برأيك؟ أول شي اسمحي ليقولك أنه هذه الأول مرة بفرنسا أو بأوروبا بيعملوا مثل ما أقولوا بصنداج أو بيخرجوا بالماريس لأطباء هذه كانت موجودة بالولة حصل استفتاء أو إحصاءات لا يدروني كمان اللي بيصير لحديث اليوم بأوروبا أنه بيعملوا لمستشفيات خاصة أو غير خاصة يعني تم ترتيب المستشفيات حسب أهميتها وتطورها طبيا يعني كانوا يعملوا ترتيب مستشفيات كل سنة يطلعوا بالمجلات السيانتفيك العلمية في فرنسا لمستشفيات هذه أول مرة لأول مرة يعني أنا سارلي بفرنسا 40 سنة لأول مرة بيعملوا نعم للأطباء وبيقلك بصراحة أنا كل هالفترة اللي كان فيها مثل بقوله الانفستيكاسيون ما معي خبر تحقيقات يعني أولا ما عليش لو بتصالحيلي بالعربي ما عليش اسمحوا لنا كلهم بقولوا عم بحكي مية عربي ما عنو سلي 40 سنة برة صحيح تفاجأت يعني أنا برغتك أساسا طمي يعني هالموضوع أول ما أنا ما كان معي خبره أبدا ما كان معي خبر أبدا لأنه منه كان من الوارد ينعمل هالموضوع أنا عرفت إنه هالمجايد كابيتال رح تطلع لكلاسمان وقتلي سرفع فيه اتصال بالمستشفى كنت عني خرج من العملية وسيكريتيرتي بتتصفية بتقلي أكرر الأمر مفاجئ أنت مفاجئ لأن باسمي اللي طالفنت لي سيكريتيرتي طالع من العملية قدل دكتورة رايب في ريدياكتريس انشاف تبع مجايد كابيتال بقيت حكي رئيس التحرير رئيس التحرير مرأت لي إياها وقالت لي شو الطالب بقيت لي بدي منك صورة نعم ايتش دي تنزلها بالمجلة انت اللي عاشو الأساس خبرتني بكل صراحة ما بعدتها الصورة يعني ما بعدتها وتفاجأت إنه باتنين الشهر يعني اتنين تشرين الأول بيصير فيه بيصير فيه اتصال من ريدياكتريس انشاف رئيس التحرير وبتقلي المجلة طالع بكرة هلأ أكيد تصل فيه تعرف كيف عملوا الاستفتاء كلها اللي صار إنه اليوم نحن نحن بفرنسا فيه اكتر من 200 ألف طبيب نعم اكتر من 200 ألف طبيب كل اللي بتقوله كل الطب كونفوندو كله سوا على بعضه نعم كل اختصاصات طبية في فرنسا كله على بعضه تضم 200 ألف طبيب كله على بعضه هل 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 المجلة يعني الكابتال يعني هي سيانتيفيك ومعروفة بكل دول العالم نعم حاولت عملت اتصال بالنقابة الأطباء بفرنسا وعينوا طبيب من هالأطباء تعمل بتقوله هالأونكات نعم الأونكات عملها استمرت سن بدرسين ونص لأ استمرت كل هذا الوقت يعني البحث عن الطبيب الأول البحث اكزاكتو معستخر سنة سنة ونص وتيوت يتوصلوا على العدد المعين شيف 150 أكسبير بينتهم 150 خبير من الأطباء خبير 150 طبيب وخمسين من ما معرف نشوف ما في نقلك كلهم أصحاب اختصاص بكل الموقع يمكن مدرع مستشفيات يمكن ما قدرت أعرف على المزبوط وتوصلوا من 200 ألف على 900 طبيب وبعدين قالوا 900 طبيب يعني كتير ما فيه نطلع 190 طبيب ما نطلع بين 100 و 200 طبيب من المية و 200 طبيب طلع 150 أول طبيب في فرنسا بكل الاقتصاصات بكل اختصاصات يلي رجع اسمه أكتر من 3 أربع مرات على تم شك كل كل أكسبير نعم أوكي هل أساس طلعي طلع هلأ هو وقت اللي سئل وقت اللي سئل هالطبيب يلي عمل هالأنكات ليش الطبيب اليوم ليش مش المستشفى نعم جوابهم بشكل زي من عمنا بتعرفها وهيك أنا وصلوا للخبر قالوا يوم فيه جيد بسموه بفرنسا جيد ميشلان جيد تبع المطابخ صحيح كل سنة بيطلع جيد ميشلان وبيعطوا نجمة إطوال للشيف كوزيني أوكي الأفضل طباخ يعني هيدا كتير مفهومة والمطعم والطباخ ما عليش المؤربة يعني هيدا بكل طواعد بقول أنا الطباخ سيدة شادوفر اللي بيعملوه نعم بما أنه جيد ميشلان كانوا بيعطي النجمة للشيف كوزيني نعم مش للمطعم نعم إذا الشيف كوزيني راح من هالمطعم النجمة بتروح معه يعني قالوا كل مستشفية أوروبا ما يصنع المستشفية هم الأطبائي يعني بيقلوا أن المستشفية كلها عندها كل الطاقات وعندها كل المكانات وعندها كل اللازم يلي بيع المستشفية والأطباء على هاسيس طلع هالمرس طيب دكتور غريب لماذا تم اختيارك يعني أنت برأيك هل يعني كان الأمر مفاجئا لم تعلم بأي شيء عن هذا التحقيق ولكن أنت يعني لم تفكر مثلا لماذا أنا تم اختياري من بين عشرات الأطباء كم الطبيب جراح قلب تحديدا في فرنسا في فوق الـ 75 طبيب تقريبا ويتم اختيار جابريال غريب في أكتر في أكتر بكتير أنا في شاف دو كلينيك بقول لهم هو دي يلي يعني بين شاف دو سيربيس وشاف دو سيربيس ويلي قاعدين مثل ما بقوله برايفيت هسبتل وهيضا هلأ تم الاختيار أنا باعتقادة يعني حطيني باعتقادة لأنه هلأ أنا أنا أكيد كل جراحة قلب كلها بعملها وكل شفية بيقلوله نيو تكنولوجي بعملها كلها ببقى أنه حطينا بجراحة الشرايين بأول مرتبة أعتقدت أنه عملوا ليها لأنه يعني بعمل من عشر ستين لليوم عمليات القلب كلها من دون توقيف القلب وبعمل مثل أقوله total arterial روفيسكوريز عشاني ما بشيل شي من الكدم ما بشيل شريان من الكدم بشيل شريانين من الصدر وبشيل شريان من الصدر بعمل بسموه واي جرافت يعني جراف اون اي جراك وبعمل زر عشرين لكل قلب بالبيتنج هارت سوشي هلأ أنا فتكرت أنه على الأساس لأنه ما بيشرحوليك بيطلع اسمك يعني ما فيه اتصالات أو ما غير اتصالات أعتقدت أنه عملت لها لأنه أنا يعني هالتكنيك هاي دي متميز فيها وبيعرفوا كلهم يعني الجراحين بفرنسا أنه جابريال غريب بيعملها وبيعملها بشكل متكهر ومستمر على كل المرض وشو ما كان عمرون طب دكتور غريب نحن لنفهم أكثر هذه التقنية قد تفيد أيضا كثيرا من مشاهدين الآن في العالم العربي يعني ما أهميتها لأنه كما قلت ليس هناك أي جرح في الرجل وهذا يعني شائع جدا في لبنان وفي العالم العربي فسر لنا يعني نحن نشاهد الآن العملية أنت تجريها كما فهمنا الآن القلب ينبض كما نشاهد نعم فسر لي ماذا يحصل الآن وأنت كيف تجري هذه العملية الآن القلب ينبض كما تشوفه هلأ هون حطينا مثل بقوله ستابيليزر هذا بسموه أكتوبيوس يعني الأخطابوت طيب بس يجمدنا المنطقة من الشريين يلي بنعمل عليه الزرع هذا شريين رئيسي تبع القلب يقلوله LED Left anterior descending يقلوله بالفرنسي EVA عم نعمله عم نحاول نعزله ونزر عليه شريين مثل ما عم تشوفه هون عم نزر عليه شريين يلي شرينين من الصدر تنحطه هيدا تقريبا كلهم بيعملوها يعني شرحين كلها فيها تعملها والقلب ينبض يعني بالرسطر هلأ المشكلة بهذه التكنيك هي هلأ هون اللي عم تشوفه هون يعني وقتل بقى نعمل الانيكلييشن للقلب يعني وقتل بقى نظهره من الصدر مثل ما عم تشوفه هون يحيخطه بإيدي رأس المريض لهون لتحت وهي هاي التكنيك بسمه الوارتك نوتاتش تركنيك الواي جرافت اللي حكيتك عنه من شوية هيدا هو يعني منشيل الشريينين من وراء الصدر وعم نزرع واحد عالتاني القلب وراء هالشيش البيضاء هلأ عم نعمل زرع اليمين على الشمال بصفي وي جرافت وبواسطهم رح فيدي نعمل زرع لكل الشريين وصعوبة هالتكنيك اللي عم تشوفوه هون يعني القلب عم بينبط القلب مليان دم والأيرو سبيس المسافة فيها زرع شريان مثل عام أن Alliance ت ترونها هي من 3 إلى 4 سنتيمتر يعني بين هذه الحديدة اللي عم شايفتها الحديدة وهذا الناشف اللي عم بفتح فيه الشريان السكين وهذا السيسر هون المسافة 3 إلى 4 سنتيمتر يعني فيني أعمل زرف شريان و 2 و 3 و 4 هạiني عم بعمل زرف شريان التالت على هذا الإنسان نعم وهذا الأرثورية اللي عملت لها ويغرافت قبل عم بحيول إزراعها få شريان بقى الصعوبة إذا فهم تفهموا لي هو بس هالأيرو سبيس الموجود بين الحديد مسافة ضيقة جدا القلب ينبض يعني ودقيقة جدا العملية ودقيقة أكيد إذا مش دقيقة بيظهر لسماح الله المريض عامل دبحة قلبية بعدين أكيد هذا شيء كتير طبيعي لنكون أكيدين من اللي عمنا عمله بس أنه هذا يعني من بعد ترينينج كمان كنت أسأل كيف توصلت إلى هذه التقنية دكتور لأن تقوم بكل عملية بنفس الأسلوب وهذا أسلوب يخاف منه الأطباء عادة أكيد أكيد ها برجع لي كيها وهذا خلصت أول زرع شريين متل ما عم بتشوفي هون وهل عم نعمل زرع شريين الرابع كمان على القلب 14 عيون هيدا المريض أكيد عم ناله زرع 24 متل ما عم بتشوفي نعم وأكيد أنه تنتوصل لهالتكنولوجيا متل ما عم بتشوفه هون أكيد بدأ ترينينج بدأ مسابرة وما بدأ خوف لأنه ما بدأ فيل يعني ما بدأ نقول أنه صار في أشك رسبنا صار في فشل ولازم نوقف أول 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 كم من الوقت يعني تأخذ الطبيب لكي يقوم بهذه العملية الدقيقة يعني برأيي سنوات تدريب وعمل تقالك بكل صراحة اليوم صارنا كذا سنة بفرنسا وأنا عندي حتى بنستشفى عاملين نوع من سيميليتر يعني عم نعمل ترينينج لليونج سورجينت يعني عبيشوا لعنا عم نعملوا ترينينج على سيميليتر من خليون يعملوا أناستو موزيز على السيميليتر مفروض يعملوا مفروض يعملوا أكتر من 200 أناستو موزيز الرئيسي السهل يعني شرقني أول الموفي أول الموفي يعني الشريين الرئيسي الخارج يعني الآن سطحي سطحي فينا وفينا يعني نعملوا بدون ما يكون فيه كومبليكيشن دكتور المتعرف عليه أن يتم توقيف دقات القلب وأن تجرى هذه العملية بطريقة يعني آمنة صح لماذا يعني ما الذي يدفع الطبيب إلى أن يقوم بهذه لا أدري إذا كانت مخاطرة يعني ولكن بهذه العملية المعقدة لماذا أنت تقوم وتختار هذه الطريقة هذا أهم سؤال لأنه تقلك اليوم وهذا يكون الجواب شوي طويل تفضل نحن في 2013 وانا عمشرت بأوروبا اليوم شو عم يطلب مننا المريض اللي عم يجي لعنا تلعملوا عملية قلب مفتوح شو عم يطلب مننا عم يطلب مننا يكون عنده معلش رح نترجمها أميليوراسيون دولة كالية تدفية يعني نحسن له نوعية حياته هذا أول شغلة عم يطلب مننا شغلة تانية نحسن له سورفيت يعني نعطي أكثر عيش نعم عم يطلب مننا ما يكون فيه منوربيديتي يعني ما يكون عنده مشاكل ما بعد العملية نعم عم يطلب مننا ما يكون فيه مورتاليتي ما يكون فيه موت طبع بالعملية عم يطلب مننا لحظة شو عم يطلب مننا اليوم بل 2013 أنه يرجع على شغله أسرع وقت ممكن وعم يطلب مننا آخر شيء نعمل له iziUma procedure lifetime يعني بده نعمله عملية لكل حياته نعم الله يعيد العملية هاي دي أول هاي اللي عمليت له مننا المريض نعم وبالمقابل نحن في 2013 مين عنا اليوم مرضى؟ عنا مرضى عم بحكي كمان عن أوروبا كله انثاروا مسنين لما ينداج اليوم العملية القلب المفتوحة من العمل في أوروبا تقريباً 60-63 سنة وبعد 20 سنة و30 سنة رح نصفى بين 75 و 98 سنة يعني بالوقت ذاته يلي عمليت له مننا كل هالطلبات هالمريض بالوقت ذاته عم بيجينا مرضى مسنين معهم مشاكل بالروية بالكاليوي بالبولي ارتيري ديزيز بكل الشرايين معهم مشاكل عم بيجينا مرضى مرأوا من أطباء القلب مرة ومرتين وثلاثة أكيد بالإدوية وغير الإدوية بالستانت الرستورات بيقلولهم الأكتيف واللون أكتيف يعني الزكي وغير الزكي مرأوا عدة مرات وصرنا نحن بيقلولنا لدرنيا ما يوندو لشان يعني آخر خرزة من الموضوع يعني المريض عم بيطلب منا كل هالطلبات بالوقت ذاته عم بيجينا مرضى صارت أحوال صعبة كتير فكرنا شو لازم نعمل تكون أها أكتر شيء انفيزيف للمريض هلا نعمل كل شيء منيما انفيزيف للمريض يعني كل شيء يسموه مو انفزيف ممكن بالصمام عم نعمل صمامات منذ نفتح القلب يعني هم نعملها بشكل روتيني عم بعملها أنا بشكل روتيني واللحية التانية عم بيقلولنا انه بنعمل ميني انفزيف لزرع الشرايين طبيب القلب بصدي ويلي حطلوا رسورات وقالتلي عم بيجي من ايدينا مش عم فينا نعمل له ميني انفزيف من دون فتح الصدر لانه عم بيضطر المريض نعمل له زرع شريينين وثلاثة واربعة وخمسة يمكن ستة واكتر يعني ما فينا نعمل إلا فتح الصدر هلأ شو نربح فيها يعني بقى نعمل عملية ميني انفزيف للمريض مسن وللمريض مريض عدة مرات مع طيب القلب فكرنا انه شو الطريقة اكتر شي تعملها مون انفزيف يعني اقل شي انفزيف لزرع الشرايين تنفع على بعضنا هي انه نعمل نوقف الهارتلان ماشين يعني نعملها من دون من دون الماكنة بتوقف القلب والروية على اساس صلاة الفكرة يعني دكتور عندما يتم توقيف الدقات القلب ما هي الاثار الجانبية التي تترتب على هذا الموضوع هناك اثار جانبية مؤذية ربما فيما بعد مؤذية هلا انا ببداي خوي في العالم انا عم بقول عطول اليوم التكنيك اللي عم نعملها كلاسيكية هي الجولد ستاندار يعني عم بتضل ماشي وكاوي اللي العالم كله عم تعملها بس درسنا جراحة القلب من كذا سنة بيقلونا انه هالماكنة بتعمل انتهبات وبتعمل هيك وبتعمل نزيف وبتعمل كذا وبتعمل كذا وتؤثر على اعضاء يعني في الاساس اكيد اكيد انه قلنا انه اذا على القليلة بالميني افازي منشيل هالماكنة وبما انه اليوم يعني زرع الشرايين سطحية بالقلب هي الفكرة هيك اجيب ما انه صمام ما نفتح القلب ونقص القلب الصمام لا يتم بهذه الطريقة ما فيه بتم بغير طريقة منحكي اذا بدك عنها بعدين ولكن يعني دقات القلب تستطيع فيها نعملها بالصمام بس مدوم بفعل تصدر مع دقات للشكل اه اوكي هاي هاي التكنيك كمان في تكنيك فرنسية وكتوشي في فرنسا كل فيه كتير تكنيك كتوشي في فرنسا انه بالنتيجة فكرنا انه اذا وقفنا هالماشين للمريض المسن اليوم احسن له كتير وانا بيلك بصراحة مش انه صار اللي صار انا بالنساشة بشتغل فيها فيه جراحين بيعملوا بشطرية كلاسيكية وبيمش الحال وما ادي اي مريضي خاف يعني اكيد وفيه انا بعمل هاي دي بتقول اوف بومب سيرجيري هالمنعش عم بيستلم المريض بعد العملية عم بلاحظ الفرق بين اتنين يعني ريكوفيري اكيد اسرع يعني كم من الوقت يستغرق ريكوفيري يعني اعداد تقريبا لعب تخلص العملية من خلي ست ساعات بعد العملية بالعناية بعد ست ساعات من وعي واليوم التاني بيطلع على غرفته وما ريد وما خلي يرجع على دكتور سنتحدث بعد الفاصل عن فرق اكثر يعني لدي اسئلة تقنية اكثر عن هذا الموضوع وسنتحدث اكثر عن كيفية يعني الوقاية من امراض القلب وكل هذه الموضوع لانتهم طبعا المشاهدين خصوصا ان هناك احصاءات تقول بان اغلبية الناس تموت الان من جراء امراض القلب حول العالم هي اكثر اكثر مرض يعني قاتل تابعونا مشاهدين سنعود بعد قليل الى حوار الساعة من جديد نرحب بكم في حوار الساعة لهذه الليلة الذي هو حوار طبي وخصيصه للحديث عن امراض القلب انطلاقا من احتلال دكتور جابريال غريب المرتبة الاولى بين اطباء القلب في فرنسا من جديد نرحب بك دكتور غريب في الميادين وفي حوار الساعة كنا نتحدث عن تقنية التي انت تتميز بها وعن اهميتها بالنسبة للمريد وكنا نتحدث بان اعادة تأهيل المريد بعد العملية تكون اسرع بشكل اكبر من لو كانت طريقة كلاسيكية يعني طريقة زرع الشرعيم طريقة كلاسيكية ما هي المراحل التي يمر بها بعد اعادة تأهيل كيف تتم وكيف تساعده على ان يستعيد حياته بشكل اسرع هلأ مبدئيا المريد الذي نعمله عملية تقلب من خليه نيم كم ساعة بعد العملية يعني كان بالماشين او غير الماشين بس الذي نعمله عملية من دون طريقة كلاسيكية تأخذ وقتا اطول هذه العملية من العملية الكلاسيكية لا أقل أقل تقريبا نصر الوقت تقريبا نصر الوقت الضغر من العملية وعند يخرج من العملية من حطه بالعينية خرفة نعم بعد ساعتين من وعيه منفايقه ومنخلية نفس لحاله منشيل تيوب يعني متلقوله منشيل النربيج هذا ما لا يحدث في العملية الكلاسيكية بلا بيحدث بك أطول يعني شالة النربيج ويقزة المريض بتصير أطول بكتير من هالطريقة اللي عم نستعملها وعم بيقلك منخلي المريض أكيد لأنه العمل عملية بالقلب لو ما توقف القلب يعني مفروض أنه يكون بالعينية منخليه الليلة مثلا إذا خلصت عمليةه الصبح صوب الظهر يعني منخليه كل النهار تاني نهار بيطلع على غرفته وإذا كان المساء منخليه نهار زيدي بالعين ومنطلعه تاني نهار على غرفته هذا لأنه قوانين تريمة بأوروبا لأنه فينا نعمل أسرع من هيك إذا باديك هلأ المريض وقتليه هو عمله هالطريقة هالتكنيك الجديدة هو بحس حاله مرتاح أول شي شو أهم ما شو فيها هلأ نحن مرأنا إيها بشكل سريع على الفين من الموفي اللي مرأ في مكتوب أورتك نو تاتش تكنيك يعني الأورت شو الأورت الأورت هو الشريين الأبهر يلي شريين يبيضهر من القلب الكبير يلي بوزي عدام من الراس للرجل هيدا الشريين كل ما يكون للإنسان مسن كل ما يكون مكلس كل ما يكون فيه كوليستيرول وأتيرون بسموه يعني المجرد أنه ما سطعنا ما عملنا له أي مانيبوليشن لهالأورتة هيدا أكيد أفضل للمريض يعني هالتكنيك الجديدة جعلتنا نقول أنه اليوم بعد هالعملية ما فيه أبدا ستروك يعني جلطة دماغية لأنه وقت اللي بيكون لدينا مريض مسن وعنده الأورتة فيها تكلس أو فيها كوليستيرول مفروض نعملها مانيبوليشن بالماشين لأننا بدنا نحط فيها عدة نرابيج ونعملها كلامبينج نسكرة وما هونالك بمجرد ما دقرناها صار تحولنا لسفر بالمية من ستروك يعني من جلطة دماغية قلا بتقول لي له هيداك يعطي جلطة دماغية بيقول لك قليل يمكن واحد بالمية ولكن هذا الواحد بالمية يعني واحد بالمية إنسان راح بيع معمية قلب اليوم أوكي قلب مفتوح وظهر لا سمح الله لو واحد بالمية معه فالج هيدا كارسية للمريض الكارسية على كل محيط يعني هيدا بتكفي هيدا تاني شغلة بالريكوفري لتاني شغلة إنه هالمريض مش عان نمشير ولمشين منه بحاجة قليل كتير تيكون بحاجة نعطي دم بعد العملية بسموها تسرانسفوزيون يعني مش عمضطر نعطي دم بعد العملية الكليوي مجرد القلب متوقف كمان بيعمل ريكوفري تابعون أسرع أسرع الصدر روية زيت الشي الكبد زيت الشي يعني كيقزة بشكل نيرولوجيك يعني بيسموه حاصلوا إنه هودا كلهم أكيد أفضل للمريض المسن لأنه نجعل ذات موضوع للمريض المسن وقتل إنه مش عم نعمل عملية كلاسيكية طيب دكتور يعني أنت تحدثت قبل قليل عن أن معظم المرضى الذين يصلون لهذه المرحلة هم مسنين يعني يتخطوا 60 عاما ما هي المراحل التي يمر بها المريض قبل أن يصل إلى هذه العملية يعني عندما لديه يشعر بتعب ربما في القلب وإلى آخره ما هي المراحل التي يمر بها حسب طبعا الفحوصات الطبية التي تظهر لكن هناك البالون مثل ما فهمنا أو الرسار أو حتى الأدوية العلاجية أكيد الآن الإنسانة بقتي بصفة تقريبا من 45 إلى 50 سنة إذا عنده نوع من وراثة بأمراض القلب العيلة مفروض يعمل أكيد شيك أب قبل هلأ إذا ما فيه أنت تكون فحوصات مبكرة لا مبكرة عن أي عمر تقريبا تقريبا إذا نوع فيه من نوع بالعيلة أنا أعتقد مبتداء من 40 سنة مفروض يتعامل ما هذا أشيء مهمي يعني بيعمل استرس تست يعني بيعمل إجهاد بسموه على التبي على السجادة أو على البسيكلات آه يقوم هو يعني بي لا لا بروحن طبيب القلب أنه بيقل له أنه عندي عندي فاكتور دوريسك بيسموه أنه عندي بالريتي هلأ ما عنده أكيد ما عنده فاكتور دوريسك بس بنرجع له الموضوع أكيد بعد 50-55 سنة المفروض يعمل أول شيك بتجربة إذا عنده عنده بالقلب بس أنه أكيد جراحة القلب تقدميت بس بالمقابل ما ننسى الشغلة أنه الطب كله تقدم نعم يعني طلعت دراسة بسنة الستين بكليفلاند لينيك مع شخص اسمه بروشك برهن أنه المريض وهل السنقة بيام الستينات يعني ما كان ياخد أي دواء ما ياخد شيء حياته السيرفي تابعه يعني ناتيرال طبيعية ليس فيها أمراض يعني منيحة بس هلأ مع تطور الحياة بنفتك العكس مع الوقاية ما قل الأمراض الألب ما قلت هارفتش قصدي يعني وهلأ اليوم عنا إشياء كتير هذا يدفعنا لأنه نفكر ما هي أسباب أمراض القلب هلأ أسباب فيه كتير فاكتور دوريس فيه عندك ضغط أهم شيء السكري نعم واللي عنده سكري أكيد بده يسيبر مع الأندوكليلولوج طبعه حكيم الغدد للسكري عندك الكوليستيرول عندك السيدانتاريتين مثل بيقولك الكسل الكسل الهيجيان الأليمانتار الأكل والشرب والدخان والدخان يعني من هذا ما تقول سجيت أبو والسترس أيضا التعصيب يقضي التعصيب يقضي أكيد أكيد بس أنه رغم هالشي هالتقدم المالوريزمون هالكل هالأمراض هالفاكتور دوريس الموجودين الطب تقدم كمين شيء تقدم يعني التريتمون الأدوية العلاج يعني يبدأ بالعلاج بالأدوية بأخذ الأدوية أول شيء العلاج وفي حالة تقدمت العلاجات كثير يعني كثير تقدمت العلاجات في حالة العالم تأخذ كلاستاتين للكوليستيرول تأخذ بسموه إنيبيتور كالسيك أنزيم بيأخذ بيتا بلوكر بيأخذ أسبرين بلابيس دكتور يعني كيف يكتشف الإنسان أنه ربما يكون معه مرض بالقلب يعني يتعب أوجع في القلب أوجع في هذه المنطقة أوجع بهذه المنطقة أكيد أكيد هذه أول شغلة يعني في تقدم بالدواء والتاني شيء في تقدم بالرسولات الدواء كفيل بأن يكون علاج نهائي ربما في بعض الحالات أول بأخر بأخر الوقت ولكن العلاج نهائي يكون عبر العملية دكتور لا ما ضروري ما ضروري يعني هلأ هون الموضوع أنه اليوم مقابل هالجراحة اللي تقدم يتأكيد بدون أي شك فيه كمان الطب عم بيتقدم بواسطة بسموه الكوروناروجغافيس يعني الأنجو باستيسيا اللي عم بيعملو البالونات بالدارش البالونات يعني الرسولات والرسولات تقدمت كتير يعني اليوم كان في عنا الرسولات عم ترجع تسكر هلأ الرسولات الزكية تقريبا قليل تتسكر وهلأ فيه رسولات جديدة طالعة كمان من التكنولوجيا جديدة يمكن ما تعود تسكر يعني بالنتيجة أنا بيليك شغلة المريض يلي عنده مرض بشريين واحد ما مفروض نعمله العملية أكيد بدي يبرق هذا السؤال يعني ليس كل المرضى يجب أن يخطعوا هذه العملية كم شريين مفروض نحن كلنا لدينا ثلاث شريين نعم ثلاث شريين يعني هو شريينين بس أنه في واحد دونه بقسم لجزئين بتلاقوله هلأ شريين واحد أكيد دواء إذا كنت مضيئ كتير بلون ما هو أول عارض بسير المريض دغر يتغير نفسيته بسير يهتم ريسه أكيد يدخل عام الخوف هذا سيء مامك دكتور يعني هناك الكثير من العمل حول العالم على كيفية الوقاية من الأمراض غير المعدية التي هي كما ثبت يعني مؤخرا أنها هناك نسبة يعني تؤدي إلى الموت بنسبة أعلى من الأمراض المعدية يعني هناك ناس يعني كثير من الناس يموتون من جراء هذه الأمور الوقاية من أمراض القلب كيف تتم يعني نحن الآن شباب في عمر معين يعني كيف ما هو منمط الحياة ربما الأمثل بالنسبة لنا لكي يعني نقين أنفسنا من أمراض القلب أكيد هلأ البديل هي أنه الوقاية اللي نعملها بتأخر من كلها الماضية بس ما فيني قول أنه تنغيئ احتماليا طبعا أكيد لا بنرجع من نكرر ذات الشي يعني يلي عنده بعيلته أنتسيدان يعني موجود كين هالأمراض مفروض مفروض يهتم بنفسه كيف يعني أنه إذا عنده ضغط إذا عنده ضغط إذا عنده سكري كوليستيرول كوليستيرول مفروض يشوف طبيب القلب طيس يعني تطبيب الضغط تطبيب السكري تطبيب الكوليستيرول بأخرنا العملية وبأخرنا مرض القلب اللي هو يعني كازا سنة وخاصة مع وجود الإدوية بس تألك إنه بينهي أكيد لا أكيد لا بس على إلي بتأخر وفي منهم بالوقاية بعيشوا من دون أي لجوء العملية جراحية يتغيى يتغيى ضغط أكيد أكيد وخاصة برجع بكرر لأنه نحن شوي شعب العربي شوي شعب سيدانتير يعني عنا شوي من كسول ممنع ما نحب ما نحب الجيناستيك والحرك والحركة يعني منظهر بالسيارة لتنجيب شغلة خبزة أو ربطة خبز ما نقوله صحيح ما نروح ماشي ما نمشي بمرض القلب يعني في العالم العربي هي أعلى من من الدول الغربية أنا عندي إكسبرينس عملتها بالجزائر وبالجزائر أنه بيت سبع سنين عمل عملية جراحية بالجزائر المعدل للعمر بالجزائر منه 63 سنة معدل لون بالجزائر 40 سنة و38 سنة هون المشاكل يعني بهالدول العربية أنه ما في أي وكاية كان هلأ ومع أنه جزائر كان عنده عنده المتبأ أقوله الموياء أنه يعملوا فيه المادييات والكدرات والما هو نيرك بلشت التوعية تحدث بالدول العربية أنا بكل صراحة بوجود كل الإعلام والإنترنت وكله العالم صارت وعي أكتر من قبل وأنا حسيت الإيبوليسيون مع الدول العربية ومع الكويت بشريتين مع الكويت مثلا لحظت أنه اليوم العالم صارت متوقع أكتر صاروا عم بيفهموا أكتر عم بيتوقع أكتر عم بروحوا عند الطبيب أكتر وعندنا عملهم العملية مثلا من الكويت ومن الجزيرة أو من ليبيا عم بيجو كتير لعندك من ليبيا عم بروحوا عم بلحقهم عم بلحقهم عم بيتصل فيهم عم بيبليق على بلادهم وعم بلحقهم عم بيرجعوا ويشوفوا الأطباء تابعهم وتيزبطوا الأدوية تابعهم يعني هذا الشيء ما كان موجود قبل صار فيه نوع من توعي بالدول العربية ما فيه نوع مصار بس بعد ما وصلنا للنمط الأوروبي أكيد أكيد دكتورة عندما نتحدث عن نمط الحياة وعن الكسل الذي أنت قلت عنه أيضا ربما هناك عوامل أخرى تساعد على إصابة مراد القد حتى نحن نشعر بأن نظام الغذاء حتى في علامنا العربي يعني نوعية الأكل التي نتناوله تؤثر أكل دسم وربما نتجه إلى خيارات تزيد السمنة وأيضا تزيد عوامل الكوليسترول وغيره صح مصبوط بس بس بجعب كريلك صار في توعية ليا هاي هيدماعيك حق في يعني اليوم في الدول العربية أكيد الأكل أسمن بكتير من اللي يأكله الأوروبي اليوم أو الياباني بس أنه صار في توعية يعني اليوم صار في توعية حتى بالراجوات والتلفزيون العربية وبلبنان صاروا نحن نحكي به الموضيع يعني نحن نتلقى هالموضيع بتمنى بتمنى أنه هالتوعية تكمل تقول لهم واحد اثنين ثلاثة يعني عليكم أن تلتزموا بواحد اثنين ثلاثة ما أعفز أكثر ثلاثة ثلاثة بس لكي تتفادوا أن تصلوا إلى مرحلة متقدمة من مرض القلب أكيد ماذا تقول لهم أول شيء الدخان أول شهر ألقاف الدخان شكل نهائي تسببا لأينا إيامي هلا ألقاف الدخان أول شيء من علامات أيضا تطور في هذا المجال أنا بعض الدول العربية تلغي التدخين في الأماكن العامة وقد بدأ لهم تبدأ لهم تبدأ لهم تبدأ لهم ترجمة كمان موضوع طبعا هذه نقطة مهمة اثنين الإكزرسايز يجب أن يكون هناك حركة ورياضة الرجيم أليمنتار النظام الغذائي السليم الضعيد عن الدسم والسور يعني وكل ما يؤدي إلى السمنة السمنة تؤدي إلى هذا الموضوع أكيد وآخر شيء يعني ما نسمي يعني ما عن سكري لأنه اليوم أكثر المرضى اللي عم نعمل العمليات القلب اللي عم نعملها جراحة قلب اليوم بأوروبا ما عن ديابات ما عن سكري هيدا مفروض يهتم المريض بالسكري يتبعه أكثر ما فيه نعم خلي طبيب السكري يلاحقوا لأنه كل ما يكون في المنظم منظم السكري بالدم كل ما تتقلل المشاكل للبية يعني هناك بعض الأمراض أيضا التي تؤثر على القلب دكتور يعني قبل قليل أحد الزملاء أسألك عن مرض السرطان كأيضا يعني إذا مريض لديه هذا المرض ويعالج بالكيميو وغيره أكيد ماذا عليه أن يفعل يعني هل يؤثر هذا الأمر على قلبي أكيد بأثر على القلب وغلاء المثل ينعطى من شوي يعني شوي كان نعم الكنسر السرطان كان شوي يعني ما كان في الصدر يعني شوي إذا أكيد بأثر على القلب بس مش كل التريتمنت تبع الكنسر بدي أثر على القلب إذا كان قلب كان ما فيه مشاكل إلا بالشريين وبالصمامات ما ضروري يأثر بس حسب كامل اللوكاليزيزيون حسب وين موجود هذا السرطان وما بنا نفوت به الموضوع لأنه موضوع كتير واسع تريغاست تريغاست دكتور الطب في العالم العربي تقدم في الفترة الأخيرة إلى أي مدى أصبح يقارع الطب في الدول الغربية في أوروبا في أمريكا العالم العربي أي وين بديك إليك لأنه أنا أنت أسمي لي حسب تجربتك حسب لبنان نعم أنا جيت على لبنان سنة سبعة وتسعين للطب وجراحة القلب في لبنان مستوى عالي وعالي جدا يعني ما فيه كل جراحين القلب مستوى فرنسا يعني تقريبا نفس المساعدة أكيد أكيد ما فيه أي مشكلة ما أكيد يعني بكررة وكررة أنت كناديك تجربة في دولة مغرب عربي جزائر وهو دولة خليجية أيضا الكويت كيف تقيم يعني المستوى فيها بالكويت أنا ما عملت عمليات بالكويت عملت عمليات الكويتية بفرنسا بس بالجزائر في نقيم أنه بعد فيه مشوار كبير بس كتير صار فيه تقدم بالسبع سنين والعشر سنين اللي مرأوا وقالت لو صلت كان شوي بتقوله الدزير مثلا صحرائي هلأ لا صار فيه تقدم كتير بس بعد فيه شوط مهم بدون عمل بالجزائر أكيد دكتور بعد الفصل سنتحدث عن العوامل التي تساع تطور الطب في العالم العربي خصوصا في وزل وجود خبرات يعني عربية مثل مثل حضرتك وأيضا سنتحدث عن تجربتك يعني هيدا الأهم الصعوبات التي واجهها طبيب لبنان عربي في دولة أوروبية ليصل إلى هذا المركز المتقدم أيضا في الطب بعد هذا الفصل مشاهدينا أبقى معنا الجديد نراحب بكم مشاهدينا في حوار الساعة لهذه الليلة الطبي الحديث الطبي مع دكتور جابريال غريب الطبيب الأول الذي انتخب في فرنسا بين أطباء القلب في جراحة القلب دكتور غريب قبل أن أنتقل معك إلى تجربتك الشخصية في فرنسا والصعوبات التي يعانيها طبيب لبناني عربي هناك سؤال طبي فقط من أحد المشاهدين هل بعد العملية عملية القلب عادة نراحب أن المريد يصبح لديه أحباط أو ديبريشن كيف يخرج منها وما هو السبيل لكي أيضا العائلته تساعده على أن يخرج من هذه الحالة جوابتي على السؤال بعد عملية اليوم كل إنسان يعمل عملية بالقلب بيصفي عنده جورجي يعني يعني ابتداء من نهار عمية عملية وبتتغير نفسيته ليش؟ لأنه القلب رمز إنه ونقول دقر لقلبي أو شف لقلبي أو شف شو فيه بقلبي هالكلمة عرفتش قصدي؟ إنه هيدا شف لهايدا الطبيب شف لقلبي يعني بيصفي جورجي يعني إنسان نفسيته بتتغير من وقت لتخلص عمليته بيوعى بيبلش حياة جديدة عنده فترة بتتساعد أكيد في تطبيب لأله في إدوية في توعية لأله تنصح بالإدوية أو أن يتمتع المعالج يعني لا مش إنه إدوية دواء في إدوية يعني في تريتمام نعمله إياه عالج قبل وبعد بيكون بسيشيك بسيكولوجيك لألمريض علاج نفسي أفضل علاج نفسي أكيد بيتحضر له قبل وبينكمله بعد والمحيط والمحيط العيلي لأنه وقت الإنسان بيجي بيعمل عملي بالقلب مفتوح اليوم وقت اللي بيجي بيشوف الطبيب بيعمل عملي ما بيجي لحاله بيجي مع المحيط طبعا لأنه كلهم بيكونوا كانسيرين بالموضوع كلهم بيكونوا بقلب بيصل بالقصة ليش بصل بقصة؟ لأنه منرجع سنة القلب كلمة القلب يعني منها منها أكيد بس انه كلهم بيخرجوا مننا بعدين تأخذ وقت طويل بس بيخرجوا مننا دكتور أنت كيف كان لديك هذا القلب كما نقول بالعربي لأن تترك لبنان في عز الحرب وتذهب إلى فرنسا وتتخصص هناك في جراحة القلب وتمر بكل هذا المسار 40 سنة في فرنسا ليس بالسهلة وأن تخذ غمار دولة لا تعرف عنها وأن تكافح لوحدك في دولة اختراب مضبوط سؤال كثير خبرنا يعني استرجع ذكرياتك رجعتنا كثير لبنان أنا أكيد تركت لبنان أنا كثير معلقة باللبنان وبيجي على لبنان كل سنة حتى حرب 2006 رجع على لبنان وقت اللي خلصت حرب تاني نهر وصلت لحالي مجبت عيلتي معي تأتيت بشكل دوري إلى لبنان بشكل دوري أنا من النوع ما فليت لأنه بدي أترك لبنان فليت لأن الحرب كان في حرب لبنان واضطرت تفل على فرنسا بيقلك بكل صراحة يعني بذكر مثل اليوم بيعتيت أنا أهلي يعني باي وإمي وإخوتي ما قدروا قاسوا هالقصة بأنه واحد يوم عمره عمره 18-19 سنة فل أخدت يا روفل وبأسناء بهالأسناء كانوا قليلين اللي بسافروا ما كانوا كثير اللي بسافروا من العيال ما بيعرفوا وصلت على فرنسا عسيس أنه بدروح على فرنسا وشفت برج إيفل هيدا صار لي أحباط أول نهار لأنه شو عم بعمل لأنه نحن هناك رقم رقم من أرقام واليوم اللبناني بيقولوا إلدي بارك بيوصل على بلد أوروبي مثل فرنسا اللي هو كوممي يعني بيني وبينك أهمة بلد بأوروبا قديش بدي يكون المجهود مهم قديش بدي يكون الواحد عنده صلابة براسه وصلابة بالنفسية تتذكر أيام يعني عندما كنت على مقاعد دراسة أكيد وأخدت ولادي أخدت ولادي من هلأ صاروا عم يعمل محامية أخدتوا نفرجيهم وإن كنت بقى يقوم في تياتر يعني كنت أعمل بس إنه ما فينه ما فينه يقيسوا العذاب اللي قزبني ما فينه يقيسوا هالمأساة لأنه خاصة المأساة عم نعيش كنا هونيك لتندرس ونبين واللبناني أو العرب أو غير والأجر اللي بيوصل على بلد أوروبا بدي يعني مشهود أربع وخمسة وعشر وعشرين مرة أكتر من الأتوكتون من الموجود بالبلد بلغة يمكن يتقنها يمكن لأ لأنه وقت فلاينا من هون ما نتقنها كتير بعدين البروفيسور بيعطيك الكور بقلب على التابلول الكبير بتفهم نصه ومش نصه إنه بالنتيجة كان في عذاب في عذاب كتير العيلة ما حولت فوتها فيها باللبنان ليش لأنك يفي حرب باللبنان يعني كان عنا مأساة هونيك مأساة البعضة عن العائلة وخاصة بعائلة بالحرب يعني ما كان فيه اتصالات وكان أكتر شيء توصل مكاتيب بس توصل بعد ما بعرف كم أسبوع كتير كتير كان فيه شيء وخاصة وقت اللي بتوصل يعيب بلد مثل أوروبا مثل فرنسا أنا بتذكر أول سنة الطب عملتها كنا 1200 شخص يعني 1200 تلميذ 1200 طالب 1200 بديك تطلق ياخدوا منهم 150 وثاقة بيت مش عم بيحكي عن حالي إجمالا اللي بروح على فرنسا بدوبي الأول سنة طلب أقوله أنا نجحت من أول سنة يعني ممكن تقريبا من أول الأسامي اللي طلعت بس مقابلة هالشي كان فيه كتير كتير تعب ما دخلت عينتي فيه بس حطيت براسة شغلة إنه جيت تأنجح وجيت تتا بس إنه براعة بيطلع لأنه بتضطر تعملي أكتر من البقيين تضطر تشغيل أكتر من البقيين وعننا أضرب هالبلد ما بعرف دكتور الملاحظ في يعني الإحصاء الذي حصل والذي حصلت عليه في المركز الأول أن يعني أغلب الأطباء الذين احتلوا مركز متقدمة ليسوا في مستشفى جامعي اللي يحكمون في مستشفيات جامعية خبرنا عن هذا التناقض هو ربما أم لا لا مش تناقض مش تناقض لأنه هو هيدا البلماريس طليع بس تيكرم يلي يبارع بوظيفته في عمله في عبوظيفته أكثر من نظري يعني مين عبيعت النتائج اليوم يعني العمل اليوم مين عبيعت النتائج طلعت بالنتيجة أنه اليوم أكتر من تلتين المستشفيات الحكومية بفرنسا اللي أخذتها جوائز الحاجة ما فيها خارج بريز وأكتر بالتلت هن منهم بروفسورية يعني مش تاخدين بالحق للبروفيسور تبع فرنسا يعني النتيجة تلقيتا مثلك اليوم أنه ما ضروري نكون تنوصل يعني بالنتيجة حطونا أنه أبرع من البروفيسور لأنه وأنا سموا في بروفسورتين وراي يلي عندي صداقة معه سألوهم ليش أنت قابله لأنهم بعرفوا صديلة إلي لأنه بعمل اللي بيعمله بس ما بيعمل اللي بعمله يعني هون الموضوع اليوم كسر والتابو حدثني قبل قليل عن حياتك بالجامعة ولكن الحياة في المهنة بشكل عام يعني أن تكون هناك منافسة بطبيعة الحال يعني في هذا المجال في فرنسا بيتين ألف طبيب بطبيعة هناك منافسة كبيرة كيف استطعت أن تصل إلى ما وصلت إليه في ذول كل هذه المنافسة مع أطباء من كل الجنسيات يعني ليس فقط أوروبي شو بديلك يعني أنا بديلك بشغلي أنا الشغل عم بيشتغله من كذا سنة خاصة مش راح تقلب تقريبا كل المحيط بيعرفو بس المشكلة وقت لي طلعت هالبرميريس بيقليك بصراحة لأول مرة بيحكيها لأول مرة بيحكيها لفترة 30 ما روح على وظيفتي أف لماذا؟ ما روح لأنه صار فيه نوع من غيرة من قبل زملاء لإلي فرنسيين ما بيعملوا اللي أنا بعملوا مش عم بيحكي بس عن قصة هيدا البيتين كارت سجعة فيش كتير من أعملها بعملها يمكن عليها كمين كرموني ما معي خبر ما بعرف بس أنه بزرفة 30 ما رحت على المستشفى كيف حسيت حسيت بفخر كتير كبير وفي نقول شغلي هون أنه شكرا للدولة الفرنسية شكرا للدولة الفرنسية يلي اليوم أصدرت اسم عربي من دون ما تطلب منه شي لأنه بس على كدراته وعلى كافئته اللي اللي عملها ما في نقول أكثر من هيك شكرا لهالدولة يفينا نحكي البدا نحكي بس أنه اليوم لا الصحافة الفرنسية بعرفها ويلي عمل الأنكات بعرفه ويلي طلع الاسم بعرفه عمله أنكات وطلعه بنزيها وما في نقول له ميرسي وعندما عدت إلى العمل يعني صحي لا في كتير هنوني في أصدقاء مثل أقول له اللي أكتر شي مكرر بين الهنوني وفي ناس باقيين دكتورنا ستعني أقول أن هذه اللحظة في حياة طبيب يعني أو في حياتك أنا أحكي بشكل شخصي تنسي الإنسان كل المشاقات التي مر بيها ربما سعادتني كتير أنه تخطى كتير من المشاكل للمرأته وما تغيرت يعني ما تغيرت بس كالكبار مثل ما أقوله يعني شي كتير كتير مهم يعني كتير مهم دكتور ربما من أهم الأمور عند الإنسان بشكل عام الناجح أن ينقل هذا النجاح لمن هم يعني ما زالوا يعني يشقون طريقهم ربما أنت قلت أنا دايكم مركز تدريب نظبط وما هي نصيحة يعني نصيحة إنسان متمرس لكل من يريد أن يتخصص في جراحة القلب أو يتخصص في جراحة القلب ما هي نصيحة لتخدمها الآن يعني خلاصة تجربة في الحياة خلاصة تجربة أنا رفاقة جراحة القلب كذا سنة وفينا نقول اليوم أن جراحة القلب تقريبا تقريبا يعني من سنة لسنة مش للزويل رايحة بس أكيد 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 من أكل لأكل لماذا؟ لأنه هذا كلام مفاجئ لا لا شي طبيعي لأنه اليوم نرجع بكرر اللي بلاشت للمحاضرة الانتربيو معي أنه كل شي اليوم عم بين عمل تنوصل زي طبعا حاولنا نتجنب العملية لحد اليوم بس التكنولوجيا عم تتقرب وأنا كل كعمر يقول شغلي الاندوستري فرماسفتي كلها على سوا شو بدو يعمل المليارات والدولارات اللي عم تنصب تطلعوا الدواء تطلعوا الرسور تطلعوا التكنيك يعني سنصل إلى وقت لا حاجة لعملية الدواء يكون هو العلاج يمكن دواء يمكن غير دواء يعني غير أساليب هلأ مش أنه رح تنقرد العمليات الجراحية بالقلب بس اليوم نعرف أنه العمليات القلب اليوم خفت كتير بالدول الأوروبية خفت أكتر من قبل بكتير صار في تسكير لمراكز جراحة القلب بأوروبا صار في تسكير لمراكز كل مركز بيعمل أقل من 500 عمليات جراحية بالسنة سكر أغلقوا ونحن من لاحظة أنا بعلماني من كذا سنة يلي عم بيتخصصوا عم بيتدربوا الجراحة القلب اليوم أكل بكتير من 10 سنين لورا وخاصة أنه عم بيصير فيه تقدم برجع بكرر لهالشي بالتكنيك بيقول له النون انفازيف يعني اليوم وقتل عمل حط صمام بالقلب منذ ما نفتح القلب بس من شك هون هذا تتضم يعني يعني شي يعني يعني العملية تقريبا تقريبا يمكن وصل لوقت عمليات زرع الصمام يمكن أن تتندهي دكتور أنت أجبت على السؤال كنت أطرحه الآن يعني عن التقنيات الجديدة التي تستخدم الآن التي يعمل عليها ربما غير موضوع الصمام هل هناك أمور أخرى ربما أيضا تطلعنا عليها تسهل حياة الناس بالقلب بالقلب طبعا بالقلب أكيد يعني هلأ في عدة مشاكل بالقلب مظبوطة ملاعيين أكتر مشاكل هي الشرايين والصمامات ومشاكل الكهرباء بالقلب مشاكل الشرايين والصمامات والكهرباء بالقلب تقريبا ينوجد لها نوع من التطبيب من دون فتح الصدر تقريبا يعني كل شي ما رح برضو ما رح إيدك بالعرب رسينكرونيزياشون يعني عم نجع نعمل تنظيم لكهرباء القلب بواسطة شاك من هون عم نحط صمامات بالقلب بواسطة شاك من هون يعني فيه سمامات تانية بالقلب يعني نعملوله أنيولو بلاستي يعني نحط لها نوع من رينج نعم كمان عم نعملها من هون يعني بالنتيجة المهم شو المهم المريض نعمله طريقة ما يعود مريض فيها بالقلب نصححه فيها وما يضطر لشي كتير انفازيف وآخر شي في نقوله اليوم صار فيه من كذا شهر ما بقعته من شهرين صار فيه كوميرسياليزاون للكر أرتفيسيال بفرنسا قلب الاستناعي الصناعي المعمول كمان بفرنسا يعني صار فيه أكيد 20000 ألف يورو وهذا الموضوع بس أنه اليوم إذا وصلنا لوضع استبدال لقلب قلب آخر يعني يعني خلاص أنه بتصفل عملية القلب كما فهمنا أن العملية تسجى في لبنان هذا ما ربما هيك ما بعرفين ما فيني إليك بس بعرفين أن القلب لا مش زرع القلب استبدال القلب بشكل تام القلب الاصطناعي القلب الاصطناعي اليوم في فرنسا بل شي فيه من شهرين هيدا إذا توصلنا للنتيجة أنه تقريبا سيكون ثورة فيها جرحة القلب دكتور قبل أن نختم هذا الحوار انتهى المحاضرة دماج أريد نحن دائما في العالم العربي نشكو من أمر جد مهم وهو خسارة الأدمغة عندما نتحدث عن نجاح قصة نجاح مثل قصتك عن جد يحس في القلب بأنك لا نستفيد من خبراتك في العالم العربي وخصوصا في لبناني لماذا عندما يغادر الطبيب أو أصحاب الخبرات إلى أوروبا أو لأمريكا لا يعودون بخبراتهم وهل أنت لديك ربما هذا التفكير في أن تعود إلى لبنان جديد بعد 40 سنة في الاختراب أول شيء في مثل بقول نون نبخوفات انسان بي ما حدا لنبخوفات ببلده يعني الإنسان يتكرم أليتا يتكرم الإنسان ببلده مين ما كان يكون بعتقد ليش بيبرع الإنسان اللبناني ببرة بعتقد فيه كتير فيه إمكانيات أكتر وفيه إجهاد بعد نعم إليكي من اللبناني أكتر ومن العربي أكتر ومن الأجنبي أكتر طيقارن هالأتوكتون هالشعب اللي موجود ببلده راجعتي على لبنان أول شيء يعني منه أمر سهل منه أمر سهل أمر معلق بعائلة حولي بزوجتي بولادة بحياتي هوني لأنه تعودت كتير على عيشي برة بس ما في شيء ما في بيب بيتسكر بس بالوقت الحاضر منه بتفكيري بس مش لأنه منه بتفكيري مستحيل يعني إنه يكون مستحيل انفرا مثلا نسبح واقع في وقت قريب ونشكرك دكتور شكر لأيلي على وجودك معنا في الميادين وفي حوار الساعة كل معلمات طبية التي قدمتها لنا طبعا مهمة جدا نأمل أن تكون أفادت كثيرا المشاهدين وأيضا من جديد نقول لك مبروك ونحن فخورون جدا بك شكرا لك دكتور جابريال غريب الدكتور في جراحة القلب أنتم أيضا مشاهدين نشكركم على متابعة حوار الساعة لهذه الليلة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة